خد بقى الخبر ده فضل وده قهراء الإخبارية وده جزء من وهي ثقة التطور الإعلامي نعم لأنهما الوقت يتنقلوا عنها نعم هذا الخبر الآن وكالة الأونروا أعلنت إغلاق جميع مكاتب الوكالة في القدس مجمع مكاتب الوكالة في القدس الشرقية بعد محاولة متطرفين إسرائيليين إحراقوا فأغلاقت مجمع المكاتب ده أنا بدكالة في القدس الشرقية في القدس الشرقية يعني أنت بص حضرتك كل الفرص إسرائيل ارتكبت جرائم بشعة يعني الوكالة القدس الشرقية أنت بتتعرض للقدس الشرقية ليه أنت بتقفلها ليه طيب والتسعة تلاف اللي أبض عليهم في الضفة أنت ليه بيستوسع النطاق بالشكل ده ورغم كلي ده كله إلا إن مصر مازالت تواصل المفاوضات الشقة والمضنية يوميا وعلى مدار الساعة مع كل الأطراف وجميع الأطراف بهدف إيه وقف الحرب وضمان نفاذ المساعدات والحل سهل الحل بسيط جدا هو تنفيذ الشرعية الدولية المتمثل في حل الدولتين وأقامة الدولة الفلسطينية طي أنتقل بيك إلى الإعلام الإسرائيل نعم طبعا أنا عايز أقول لحضراتكم ومن ضمن الحاجات اللي حقولها لك الوقت إن هناك تقديرات لمسؤولين في الأمن بتؤكد في إسرائيل بقى أن من المتوقع أن يغادر رئيس أركان جيش الإسرائيلي أو جيش الاحتلال منصبه بعد التحقيقات التي جرت داخليا في جيش إسرائيل طبعا ده خبر مهم جدا جدا الحقيقة إن لازم نتكلم عن الشأن الداخلي الإسرائيلي الشأن الداخلي الإسرائيلي طبعا فيه أعداد كبيرة جدا جدا داخل إسرائيل بترفض الحرب لأن الحرب تعالى نشوف بالمنطق الحرب هل حققت إسرائيل مصر إطلاقا طيب لم تحقق على الإطلاق ولكن في الأيض وأسر الرهائن وعوة الأخر والكلام ده كله مازالوا بيمرشوا لسه بيتضربوا الوقت يفتل قبيب حتى بيعك ولكن الإعلام الإسرائيلي يصدر للداخل الإسرائيلي صورة نعم اللقطة رفع العلم اللي مش عارف مين الحوادد دي كلها واستمرار الوعود من الحكومة الإسرائيلية ويصدر لنا الشائعات مش هما دول اللي طلعوا على ومصر مش عارف بالتفاق تمام تمام بص يا محمد في المسألة دي الإعلام الإسرائيلي طبعا منطقي جدا جدا إنه هو يصدر شائعات منطقي جدا جدا إنه هو يصدر صورة مشرفة للجرائم اللي بتتم طبعا ده مش حقيقي العالم كله دلوقتي بالذات الشعوب العالم كلها الوقتي إسرائيل تعرت قدام العالم تماما إسرائيل خلاص العالم كله عارف إن دي دولة يعني محتلة دولة بترتكب جرائم إبادة لشعب كامل وبالتالي الإعلام الإسرائيلي هيصدر نفس المشهد اللي هي الدولة الإسرائيلية عايزاه مش هيدي صورة حقيقية هل أنت تتوقع كل هذه الجرائم اللي ترتكبها إسرائيل هيقوله إيه يعني هيقوله إحنا بنرتكب جرائم في حق المدنيين العزل وإن إحنا بنبيد وإن إحنا بنقتل الأطفال ونقتل السيدات وبندمر في المستشفيات والبنية التحتية وكلام ده كله هيقوله إيه يعني هو طبعا هيصدر مشهد مختلف لكن في داخل داخل إسرائيل نفسها خلاص الناس عرفت إن كل الأمر كله باختصار شديد إن نيتانياهو يسر على إطالة أمد الحرب بهدف واحد أن يفلت من العقاب ومش هيفلت من العقاب مستحقيل يفلت عشان كده الخبر اللي القاهرة الإخبارية زعته إن التحيات اللي بتجري معاه والكلام ده كله ده في الجيش في الجيش نفسه طبعا هل هو هيفلت من العقاب مش هيفلت من العقاب ما هتخش عليه بعد كده ما هتخش عليه بعد كده وبالتالي الشأن الإسرائيلي نفسه خاصة أسر الرهائن يعني كل يوم والتاني في مظاهرات وإسرائيل بتحاول تقمع زي المظاهرات بكل السبل لكن طبعا العالم كله شايف وعارف خلاص ما عاش فيه حاجة سر دلوقتي ولا حاجة مهما فعل الإعلام الإسرائيلي من تضليل ومهما صدر من شائعات فطبعا لا يلتفت إليها لأن زي ما قلت لك في الأول الشعوب العالم كلها سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا كلها خلاص عارف أن فيه تضليل وأن المجتمع الدولي كله دلوقتي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية بيصدروا مشاهد غير حيائية وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تساعد مساعدة مباشرة وصريحة وعلنية لإسرائيل في هذه الحرب